موسيقى موسيقى مشاهدين ومتابعين في كل مكان مسائل فل على حضراتكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهل الليلة يعني عارف إن حضراتكم لكم بتسأله عن إصابة النجم محمد محمود نحاول نتمنكم عليه إن شاء الله يعني أول ما يجلنا أخبار عن الإصابة وعن حجمها أو خلاص مفروض إنه هو بيعمل أشعة على الرب نشوف إن شاء الله هيكون فيها إيه الدوري تأجل وكمان الكاس تأجل تحادي الكرة بيكرر إقامة مباراة دور الـ 32 لكأس مصر بعد أمم أفريقيا أقول لكم نص الخبر مع سياق الأخبار هيكون معايا النجم الكبير أحمد بلال بعد الإنترو والأخبار لنقولها على حضراتكم ونتمن حضراتكم من خلالها على النادي الأهلي ونجوم تعالوا في الأول نشوف كان فيه تصريحات مهمة للأسطورة رئيس نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب تعالوا نستعرض هذه التصريحات بسرعة كلام مهم جدا جدا كالعادة كابتن محمود الخطيب لما بتكلم أكيد بتكلم عن الهدف وبتكلم كلام في المصلحة العامة قبل ما يكون في مصلحة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في تصريحات صحفية أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفعة المستوى لتشرفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل لقاء القمة مشكلة كبيرة حصلت عن هذا التأجيل هنقول لكم كمان اللي حصل فيه نفس السياق لكن تعالوا نكمل تصريحات الأسطورة كابتن كبير كابتن محمود خطيب قال إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الشباب والرياضة والقوادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة وتقدرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل لقاء القمة بعيدا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام كلام مهم جدا زيان بقول حضراتكو وهنتكلم عليه قال كمان للأسطورة أنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا فيه الاجتماع المشار إليه ورحبوا كالعادة بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية حسب ما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام رحب مجلس الإدارة والكلام لا يزال على لسان الأسطورة الكابتن محمود الخطيب بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة في دوق المناقشات التي جرت وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة أضاف النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب أنه كان هناك تقدير من جانب النادي الأهلي لمصلحة البلد أولا ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي الأهلي وما جاء فيه بيانه الأخير وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباراة الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وأن يجري السيد وزير الشباب والرياضة مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لتحديد موعد مناسب أمنيا لإقامة مباراة القمة والتنصيق مع الناديين وفي دوق ذلك أعلن اتحاد الكرة موعدا مبدئيا لمباراة الأهلي والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي سيقام عليه وهو ما سوف يتم حسمه لاحقا وكان لابد أن يعلي النادي الأهلي ومجلس إدارته مصلحة الوطن أكيد ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي على مدار العصور والكلام طبعا على لسان الكابتن الكبير كابتن محمود الخطير خاصة في ظل الحرص الشديد من القيادات المخلصة في الدولة على إزالة كل الشكوك حول أي من الأمور الخاصة بتأجيل مباراة القمة وقيام الدكتور أشرف صبحي بمجهود كبير وكراجل دولة يعمل للمصلحة العامة ومصلحة بلده ويقدر قيمة النادي الأهلي وأنحيازه الدائم للوطن وقضياء وطلب الكابتن الخطير في تصريحاته التأكيد على العديد من النقاط أولا الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها ده كلام الكابتن الكبير كابتن محمود الخطير وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية كلام مهم جدا 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 أكد الكابتن الخطيب على احترامه الكامل أو احترام نادي الأهلي الكامل لألجهات الأمنية واحترام هيبتها أيضا وقال إنه لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية وإذا كانت هناك ضرورة للحديث فلابد أن تكون في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام لم يكن من المنطق أن يتم الإعلان عن تأجيل مباراة في منتصف الليل وأن يتم اختار أطرافها قبل صدور بيان التأجيل بعشر دقائق دون أي حوار أو توضيح أو تنصيق مع طرفي اللقاء خاصة لم يكن هناك ما يدعو الاستعجال وإعلان قرار التأجيل ليلا لابد أن يحرص اتحاد الكرة على سبات موعيد جدول المصابقة في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنفسة والأهم من هذا الأمر سوف يساهم في الارتقاء بالمستوى الفني أو الأهم أن هذا الأمر سوف يساهم بالارتقاء الفني لللاعبين في كل الأندية وهو ما يساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات على انتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر في المحافل الدولية نتمنى عند تحديد موعد نهائي إقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنصيق مبكر كلام يا جماعة في منتهى الأهمية يعني الناس تحاول تتفهم هذا الكلام لأنه كلام مهم في المصلحة العامة عموما نتمنى عند تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنصيق مبكر مع الأطراف المعنية حتى لا يتكرر ما حدث نتمنى أن يكون اتحاد القرى بمسندة الأندية ويكون حلقة الوصل بين كل الأطراف وفي مقدمتها الجهات الأمنية لاستعادة الحضور الجماهيري الكامل في المباريات لإسراء المسابقات القروية فنيا وتسوقيا لابد من دعم الحكام المصريين وتطوير مستوهم فنيا من خلال برامج ومعسكرات وأن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبزلونه من جهد وما يتحملونه من مسئولية وفي ذات الوقت لابد من العمل على سرعة تطبيق تقنية الـ VAR لمساعدة الحكام على تلافي أي تأخطاء تقدرية في المباريات مثل ما يجري في الدوريات الأوروبية ضروري تفعيل دور اللجان باتحاد الكرة خاصة لجنة الانضباط والأخلاق لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تتجاوزات خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بسلاح شكاوي رسمية لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الأولى في عهد المجلس السابق وإسنتان عقب تولي اللجنة المؤكدة الحالية المسؤولية ولا يزال النادي الأهلي ينتظر ألبت في هذه الشكاوي كابت المحمول الخطيب بيأكد على ضرورة تفعيل اللجان وخاصة لجنة الانضباط والأخلاق مهمة جدا جدا حضراتكم عارفين طبعا تدعيات ضرورة قيام اتحاد الكرة باختار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أي عقوبات للإطلاع عليها وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز وفي نفس الوقت تكون هناك قناع على دا الجميع بهذه العقوبات حالة صدرها لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتمائها وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية كابتل محمود الخطيب ختم تصرحاته الصحفية كالعادة واصق بأن جماهير الأهل الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الراضية بكافة المصابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات ويزيه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية دا كان كلام كابتل محمود الخطيب في تصرحاته الصحفية كلام مهم جدا 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 فيه كلام أيضا بين السطور للناس اللي يعني بتجيد فهم اللي هو العربية تصرحات كانت مهمة كانت تداعيات كتير وأخبار سمعناها بعد تأجيل لقاء الكمة اللي احنا ما كناش عارفين أسبابه لكن الكابتل محمود الخطيب يعني تكلم كلام مهم جدا زي ما قلت لحضراتكو بعد زيارة سات الوزير وزير الشعب والرياضة الدكتور أشرف صبحي طيب محمود الصحفية المهمة جدا واللي أعلى فيها على مصلحة الوطن فوق أي اعتبار ودعت نادي الأهلي في شرعنا يعني من يوم ما عرفنا نادي الأهلي مش عايزين بقى أي مزايدات أي كلام نادي الأهلي كبير بتصرفاته بأفعاله بكيانه بجمهوره بكل حاجة بصراحة فمش عايزين بقى حد يزايد على أي حاجة أعايز أتكلم معاكو في نقطتين بس بعد ما أقول لك وأطمينك بسرعة كده على الأخبار نادي الأهلي فيلر كان فيه اجتماع مع اللعبين قبل بداية انطلاق المران زي ما قلت لكم أن فيلر حريص كل تمرين وابقى فيه اجتماع فني مع اللعبين بتاهمهم فيه عن التمرين أو بتكلم فيه عن التمرين واسباب التمرين وأهداف التمرين ودي زاهرة صحية جدا بتكلم فيه عن أخطاء التمرينات اللي فاتت إيجابياتها سربياتها يعني بتكلم في العموم كان فيه تمرين قوي من مقاطعة الأحمال بدنية بنكل للعيبة النادي الأهلي قلت لحضراتكم أن محمد محمود بيغادر مران الأهلي للإصابة الأشعة تطلع بكرة إن شاء الله هي الرجبة اللي ما كانش فيها الرباط الصليبي الرجبة التانية هو عشور كابتن النادي الأهلي بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي مروان محسن بياخد مرانه بالقناع نحاول نجيب شريف شعبان عشان يطمننا على كل أخبار النادي الأهلي تمام مروان محسن كنا قلنا لحضراتكم أن فيه قناع هيجيله من برة مروان خلاص بتمرن بالقناع وأعتقد أنه هيلعب ماتشات المقبلة مع النادي الأهلي بهذا القناع محمود متولي بيواصل تدريباته التأهيلية نجم الكبير محمود متولي بعد مجاله شد كان أو تمزه في العدلة الخلفية إن شاء الله يكون بخير دي كانت أخبار النادي الأهلي قلت لكم إن اتحاد الكرة خلاص بيؤجل قد كأس مصر أو دول اتنين لتكأس مصر بعد أمم أفريقيا قررت إدارة المسابقات التحاد المصر اللي قررت القدم إقامة الأدوار التمهيدية لبطولت كأس مصر على ثلاث مراحل المرحلة الأولى 86 نادي تتبارى يوم الجمعة والسبت المقبلين ليسعد 43 نادي للمرحلة التانية حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب 30 نادي المتبقية لتصفيتها إلى 15 نادي تحس أن أقول لكم فزورة بس هو ده اللي اطلعنا به من سياق الخبر يتم إضافة 15 نادي أو الـ 15 نادي المتأهل إلى 13 نادي بصراحة أنا مش عايز ألخبطكم عشان أنا يعني اطلخبط المهم من الدوري أو الكاس الدور 32 هيتلعب بعد دور بعد أمم أفريقيا إن شاء الله عشان ما لخبطكوش أكتر ما احنا متلخبطين في الأحداث الكروية اللي بتحصل على الساحة الرياضية للأسف الشديد وبيحاول العقلاء إنهم يعني يجمعوا الدنيا ويبقى فيه ارتقاء للرياضة المصرية بشكل عام العقلاء ونحطه تحت العقلاء دي مليون خط أحمر معصر مفتوح للمنتخب الأولمبي 25 أكتوبر استعددا لأمم أفريقيا وشوق غريب بيختار 27 لاعب في القائمة الأولية كابتن شوق غريب بيختار 27 لاعب لاختيار من بينهم 21 لاعب يمثلوا مصر بإذن الله نقول لكم بسرعة 27 لاعب طيب ناخد شريف شعبان بس خلص الأسماء بس عشان ما نطلعش من الخبر عمر ردوان في حراس المرمى ومعه عمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شبير والدفاع أسامة جلال محمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان بكهن محمد عبد السلام محمد صادق أحمد أب الفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي خط الوسط أكرم توفيق وغنام وغنام محمد عمر حمدي ناصر ماهر وأحمد حمدي خط الهجوم رمضان صبحي صلاح محسن محمد محمود وطهر محمد طهر وإمام عشور عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد أحمد ياصر ريان وناصر منسي تعالوا ناخد شريف شعبان عشان يطمننا على المران ويطمننا على نجم الأهلي محمد محمود مساء الفل عليك يا شريف أهلا بيك يا شريف ودائما منور الدني بينا أقولك أن التمرين كان فيه الرابع عصرا ويمكن بدأ التمرين بيجري حوالي الملعب ثم الفسخين ثم دوائر كرة ويمكن مستفرر النهاردة كان حريص يعمل تأسيمة كبيرة مش بقول الملعب ولكن كبيرة نوعا ما أنت صوتك زعلاني يا شريف إيش كده أنت ألقتني من صوتك والله كانت تدميده الأخبار اللي عندي مش رسمية ولكن يعني مش عارف محمد محمود لعيب خلوق لعيب مجتهد لعيب زغار في السن عمه مطصد في حياته مش عارف بيقابلوا سوء حظ غريب قضاء من عند ربنا ورديم قضاء ربنا وبإذن الله القادم أفضل لي شواية كلها بعد التشخص المباقي بعد إجراء الإشعة كلام عن رباط صليلي في القدم السليمة القدم اليسرى لسه قلب مش أكيد ولكن يعني الشواية كلها بالأسف الشديد كده هو يعني ربنا كريم بإذن الله ويكون يخيب ظهننا كلنا ويطلع تشخيص غلط يا رب فيا رب بإذن الله اللي ولد ما يستهلش أحد أخار للصولات مكتهد اللي ولد دافت النظر الفترة الأخيرة جامل جدا بكسر الدنيا في التمرين ده اللي خلق كابت إن شاء الله غريب كم يفكر اكتدمه في بطولة الأطلاقية المقبلة ولكن قضاء ربنا بإذن الله القادم عبدالبي سنه صغير ولسه ده هو مستقبل كبير جدا هو مستقبل مصرف بوسط الملعب بإذن الله بإذن الله يكون تشخيص غلط يا رب بإذن الله حتى اللي هو لقدر الله لقدر الله عنده الإصابة الزيت بإذن الله يركع منها بأقصى سرعة وبإذن الله يتصر الدنيا محمد بحمود اللي لو تقرب منه حاجة محترمة جدا حاجة هادية جدا لعيب كورة ملوش حال طي يا رب يا رب خلينا نتمسك بالآمل لغاية لما نشوف نتيجة الأشعة شريف حتى لو متأكدين إن في حاجة لكن يعني كله خير الحمد لله خير بإذن الله القادم عبدالبي بإذن الله يارب طي خلينا أقولك إن عرض العمل تأسيمة كبيرة مستفيلر مش كبيرة مش كبيرة بشكل ملعب ولكن بجزء كبير من الملعب طالق تقال قيبت كرة جدا على رأسهم أفشا أحمد الشيخ والشحاب وعجري ووليد سليمان أحمد فدحي سعد سمير اللي رجع بكل قوة ربنا أكرمه في حراسة الماربة النهاردة التمرين كان مختلف نوعا ما الشناوي إكرامي على لطي مصطفى شبير المدرب الحراس كان حريسي يحط موسير بلاستكي الأرض يثبتها في الأرض ويحط عليها مية ويشوت الكرة الكرة تغبط المصورة فتغير اتجاهها خالص رد طال الحارس فأول التمرين كان صعب جدا على الحراس في نهاية التمرين ما شاء الله تعلق لافت من أربع حراس بيعني التمرينات اللي منشوفها كل يوم جديدا المدرب الحراس الأجنبي بقى تعطين سلام لإدارة النادي الأهل اللي اتخذت هذا القرار التمرينات جديدة بإذن الله تتسمعها على مستوى الحراسة في النادي الأهل وبالتالي توفيد منتخباتنا الوطنية بكامل أو بمنتخب أول الأولمبي أو شباب خلينا أقول لك النهاردة الخبر مفرح لجمال النادي الأهل منوان شارك في المران بكل قوة تعلق واحد ثلاث أربع أهداف والأجمل والأروع لبس النهاردة الواقع أو القناع النهاردة في التمرين محمود بتولي ويتقاهل النهاردة ده بقى حاجة للنهاردة الصبح يعني على شخص خضر بالسلامة وخلاص كلها ومن ثلاثة بيثنين لو يكون موجود مع باقي زملائه وكريم ندفي بتتكلم بثلاث أسبوع عشر تياب كتير جدا ويكون موجودة في التمرينات آآ بكرة بإذن الله في التمرين يوم الجمعة ويوم السبت أجازة القادم أفضل لنهدي الأهلي وبإذن الله فرير كورة بإذن الله الفترات القادمة يظهر بمستوى كبير خلينا أقول لك نهاردة في التأسيمة كان في حماس قوي جدا كان في التحماس قوية جدا ويع تلات أربع لعيبة مصابين النهاردة والحمد لله كل في حماس كل عاوز اسبت نفسه للراجل الكل عاوز يحجز مكان فيه التشكيل على الفترة المقبلة دعواتنا ودعوات كل الأهلوية بإذن الله يكون القادم أفضل للنادي الأهلي ومحافظة على طول الدوري والحصول على طول الأفراق يا بإذن الله يا رب إن شاء الله شريف بشكرك شكرا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف ربنا خليك دائما متقلق ودائما بضغطي كل الأخبار من غير أي أسئلة شكرا جدا لك زميل عزيز شريف شعبان مش عايز أتكلم لغاية لما نشوف نتجة الأشعاء بكرة إن شاء الله لكن في كل الأحوال هي الإصابة بتبقى يعني مش عارف أقول لكو إيه بتبقى اختبار كبير للعب ما بقاش لها أسباب ما تعرفش تفاديها يعني هي بتجي لك كده بتجي لك كده خصوصا كمان لعب تنادي الأهلي بيبقى عليهم عيون كتير جدا فالحمد الله على كل شيء الحمد الله على كل شيء يا رب يا رب يكون كل حاجة غلط ويا رب الأشعاء تطلع يعني خلينا تمسك بالأمل لغاية لما نشوف الدنيا بكرة إن شاء الله لكن في كل الأحوال محمد محمود أكيد كلنا زعلين مجرد بس نحنا سمعنا نوات صاب مش عايز أتكلم بأنها أصابها يعني إن شاء الله رب تكون حاجة تانية إن شاء الله تكون حاجة تانية لكن في العموم خلينا يعني نتفائل جو العام في التدريب كويس جدا زي ما بيقول شريف إن كل العيبة بتقاطل من أجل حجز مكان رئيسي بيها في التشغيل السنة الأهلي وده السمت ناد الأهلي طول معرفناها بصراحة بقى في لو تشوفوا التمرين مميت التمرين مميت بأن في الملعب تحس إن في مجزرة لكن كلها عكور كله بيقول أنا لازم ألعب لكن كله بيخاف على بعض بنموت عكور لكن بنخاف على بعض جدا جدا ودي سمت ناد الأهلي ودي رجالة ناد الأهلي علشان يظهروا بأحسن مستوى لحضراتكم وعلشان تبقى أنتوا فخورين بلعبتكم اللي بتقاطل في التمرين قبل المباريات عشان كده أنا بكون شرس جدا جدا لما بسمع أي حد بيقول أي حاجة على العيبة ناد الأهلي لأن أنا عارف العيبة ناد الأهلي تحديدا عاملين إزاي وهم من جواهم إيه ونفسهم يردوا الجماهير بأي طريقة وطبعا رضى ربنا قبل أي حاجة قبل ما أطلع فصل عشان أستقبل النجمة الكبير الكابتن أحمد بلال نجمة ونجمة مصر ونجمة النادي الأهلي اللي شرفني بعد قليل عايز أتكلم معاكو بس في نقطتين إحنا كأهلي بنكبر أي حد مجرد أن احنا بنقول اسم وأنا تكلمت معاكم كلام ده لكن لازم أعيده عليكو كتير جدا بيجي لي رسائل مسجات بيجينا هنا مسجات حتى في القناة يا جماعة مش عارف مين بيقول يا جماعة مجرد أن أنتو بتنطهق اسم حد بس ده في حد ذاته نجاح كبير جدا ليه هو يعني أي حد بتكلم معاكو الأهلي وإحنا بنكرر اسمه هنا أو أنتو بتكرروا اسمه ده في حد ذاته وهو بقطير من الفرحة فإحنا مش عايزين نعمل من بطل ورق بطل حقيقي مش عايزين نذكر أسماء حتى لو بتكلمه علينا وحش هو بتكلم عليك وحش عشان تتقول اسمه عشان تتجيب اسمه أو تتكلم عليه هنا في قناة بحجم قناة ناد الأهلي بحجم جماعة ناد الأهلي دي بالنسبة له قمة النجاح فعايزين نبقى عندنا ثقافة إن إحنا نسمع من هنا ونطلع من هنا إن إحنا ممكن تتفرج عشان تتحك مفيش مشكلة خالص لكن مش عايزك تتفرج عشان تزعل أو تقول بص بيقول إيه الشخص اللي من غير قيمة كل كلامه بلا قيمة معروفة جدا يعني لو شخص ليه قيمة واتكلم وحش عليك ازعل جدا ودور على كلامه وحارب عشان تقوله لا أنا مش كده لكن شخص معدوم القيمة أكيد كلامه بلا قيمة يعني الدنيا سهلة جدا وبسيطة جدا فمش عايزين نعمل من الأغزام أحجام كبيرة جدا أبطال مش عايزين نعمل أبطال الورق أبطال حقيقين خالص بعد إذنكم بعد إذنكم خليناه راندينا إحنا مش حاجة شغلانا خالص أنت في حتة تانية بعيد خالص وزي ما بقول أنا بيتكلمش بأي كلام مش زي الناس التانية بنكلم وخلاص ونقعد نعلي صوتنا وخلاص إحنا بنتكلم بأرقام نتكلم بتواريخ نتكلم بإنجازات نتكلم بطلاط نتكلم بحجم النادي الأهل فلو نتكلم إحنا عارفين نتكلم بنقول إيه وعلى أرض صلبة جدا 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 إحنا في حتة تانية مش عايزين أي حد شغلنا الهدف إن انت تروح بقى بص بيقول إيه بص بيعمل إيه بلاش يا جماعة لو سمحت وبلاش بقى اللي في سننا إحنا عواجيش شوية عاشت القامة جميلة كات الرياضة نظيفة عاشنا طفولاتنا الطفولة كات جميلة جدا كانت فيها كل حاجة نقية وجميلة وسهلة وحلوة كات القلوب نظيفة حتى كنا يعني الأرجوزات كات حلوة لكن يلا بقى فاتكوا كتير جدا الجيل ده فاتوا كتير جدا وفيه أرجوزات بس للأسف يعني عديمة الأدب نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير كابتن أحمد بلال أهلا بحضراتكم من جديد نورني وشرفني النجم الكبير نجم مصر ونجم الناد الأهلي أحمد بلال أحمد جوال هدف الأهلي هدف مصر زي ما أنتوا عايزين بقى بتحبوا اللقب بتاعه لكن في كل أحوال مناور الدنيا كابتن بنا خلي كميد وحشني جدا وأنت كمان والله يا عشنا وبعد أنت بصيف يا عمد أنت عندكم في التجمع وانت جو حر أنت وانت بمسنيش في حالي أعمل ليه؟ حمد لله كون تمام حمد لله رب العمين يا رب دايما طمنا عليك كده الحمد لله كل رزال فل طمنا الجميل عليك والله الحمد لله ماشي مور زال فل الحمد لله ونحن بقى وانت وان لازم أطم من الجميل عليك والهم حمد للفين دورة كده معايا الدورة السي والبي والحدي بسرعة خدت واحدة تانية كده بالتحد يعني عايز أتعلم شوية يعني أتعلم العباقرة هنا في مصر بيعملوا إيه المدربين يعني بيش تغل إزاي ولازم الحديث بداية وسخنة لا أصحب طب خلاص خلاص تدورة فين في دورة کتتعمل كده هنا في تحت الشراف مجموعة من الأكاديميين تمام محمد علي وإلى كاترة اللي هم بتطويتها التربية الرضاية. دوراً التدريب يعني هنا في زي بأسس التدريب ويعني حاجات بلا علاقة بالتدريب وازاي تتعامل السيكولوجين مع اللعيبة وازاي تبتدي فترات التدريب. حاجات كده إحني ريليتت بالملعب شوية يعني في المصدي. كمدير فني زي بتشتغل في الملعب ازاي بتحط وحد التدريب يعني. خلي بالك خلي بالك التدريب موهبة في حد ذاتها. آه طبع. يعني مفيش أساساً ثوابت في التمرين. يعني اللي قلت على فيه قعدة سبتة يقول له مفيش أساساً. مفيش أساساً. مفيش أساساً. حاجات لربنا سبحانه تعالى عطا. فالتدريب كله شغل ومدرب. ربنا اداله موهبة. انت بتعمل اللي انت شايفه. انه يتوافق معاك ومع فرقتك ونجحاتك وفكرك وملعبك. فالموضوع المختلف خالص عن الدرسات. لكن طبعاً لازم أفيد درسات. بص أنا أقول لك على حاجة. يعني أنت وأنا طبعاً وكل الناس اشتغلنا مع مدربين كتير جداً. وبخلاف الجنسات مختلفة. ألماني وبرتغالي وبرازيلي وإنجلي. كل حاجة كل المدربين. تقريباً الوحدات التدريبية قريبة شوية من بعضها. التاكتكس مختلف شوية. من المدير الفني للتاني. التغيرات مختلفة شوية. طريقة إدارة الجيم مختلفة تماماً. كل مدير فني بيختلف تماماً. وهي دي الحنكة بتاعته. هو دي الفروق الفردية. يعني النهاردة جوردينه مدرسة مختلفة شوية عن مورينيو. ده مدرسة وده مدرسة تاني. ده ناجح وده ناجح. زين الدين زين مدرسة ثالثة مختلفة على اتنين ميكس. بيحاول يعمل الميكس بعمل اتنين. مدرسة فيها توازن في الدفاع وعنده قوة هجومية ضربة. فان عندك المدارس شوية مختلفة شوية في التدريب. العقول المدربين نفسهم مختلفين. أنا بص ضد فكرة إن لما يبقى فيه منهج تدريبي. تمام؟ إن كل الناس تشتغل عليه. ضد الفكرة دي. يعني النهاردة في مواصر كلها أصبحت قاعدة عامة سبتة. إن كل ناس تلعب 4-2-3-1 أو 4-3-2-1 أصبحت قاعدة سبتة عامة. مع اختلاف اللعيبة مع اختلاف الإمكانيات برضو كل الناس أو كل المداربين بتصر إن هي تلعب بنفس الطريقة دي. ودي حاجة أنا الحقيقة بستغرب لها الحقيقة. يعني برضو في كرة القدم. أنا ما هتركز هنا. اسمعني. بس أنت في مصر. ما تركز؟ لا. لازم تشوف الأخطاء فين وتشتغل عليها. تمام. عشان تغيرها. ما هو أنت النهاردة بتتعلم من إيه؟ أنت بتعلمش من الصح. أنت بتعلم الغلط. يعني أنت النهاردة ما بتتعلمش من الحاجة الصح لأن الحاجة الصح دي طبيعة. كرة زي واحد مثلا بيكلمني. بيقول لي والله يعني فيه لعيف المنتخب. بس أنا مش معك في الحتة دي. بس هكلم. هقول لك طيب حاجة. هقول لك بس عشان أنا عديك المنهج بتاعي. في واحد بيقول لي. والله العظيم ده إكس من اللعيبة عند روح حالي جدا في الكرة. مختلفة تماما اللعيبة. فأنا عايز أقول له حاجة بسيطة. أقول له. السبيرت دي بتالي ستاندر بتاع الكرة. دي مش حاجة مختلفة. الطبيعي جدا يبقى عندك روح في الملعب. اللي مش طبيعي جدا يبقى عندك مهارات عالي قوي. زي ميسي كده مثلا زي رونالد. هو ده اللي مش طبيعي في الكرة. إنما الطبيعي. ما تلاقيش واحد في أوروبا مثلا مع اختلاف الامكانات اللعيبة. وتلاقي واحد ما عندوش روح في الملعب. استحالة. بيعمل تاكلينج ويخبط ويدرب. مش موجود. بص مش موجود أصلا. يعني هم في أوروبا أصلا. ما تكلموش في الحتة دي. مش هنشوف. انت فهي مصدي. صح. إنما هنا في مصر هو ده يعني ده اللي يعني ده اللي الاي كلاس بتاع العب بتاعنا. يعني. 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 انت خلاص وصلت بالناس. إنه اللي عنده سبيرت عالية. هو ده اللي عب رقم واحد. مع أن الكرة مش كده. الكرة أصلا. الستاندر بتاعتها. ممكن. يعني في ثلاث ثلاث دقائق تموته خلاص. تموته كلينيكيا بالنسبة للروح. خلاص. ما فيش. الكلام ده. ده هو ده عادي كرة القدم يا ميدو. إنما اللي مش عادي إنك يوبك عندك مهارات. فهي مصدي؟ صح. زي بالضبط. العادي جدا إنك تدافع كويس. اللي مش عادي إنك تهاجم كويس. فهي مصدي؟ هو ده برض. ده هو ده عايز أوصل لك الحتة دي عشان انت أنا بختلف معاك. حنا بتعلم من. أنا بقولك بتعلم الغلط. ده بتقولي لا حنا بتعلم الصح. تمام. فاللي عادي في كرة القدم إن أنا حط عشرة هدافة وأطلع بالجيم واحد سفر مغلوب واحد سفر ومتعادل سفر سفر. لكن اللي مش عادي إنك إزاي تهاجم بإمكانيات قليلة. إزاي يبع عندك فرقة تقدر تطورها هجوميا بشكل كويس قوي. تشتغل عليها بشكل كويس جدا. إزاي تخلق فرص إنك تسجل أهداف. هو ده اللي مش عادي في كرة القدم. إزاي تتيح للعبتك من خلال التلاكتكس اللي بتشتغل عليها إنك يصنعوا أهداف. هو ده اللي مش عادي في كرة القدم لكن الطبيعي جدا إن أنا حط أربعة خمسة وراء. أربعة وواحد ليبرو واتنين فو ونص ملعب. واتنين اللي عبتار في بيرجعوا دفعوا بلعب على كاونتر أتاكتو للمباراة. وخلاص طبعت سفر سفر واحد سفر. ده مش عادي. ده العادي أصلي. ده الطبيعي. ده السهل. فاهم أصلي؟ تمام. بس ده اللي عايزة أصلولك. وإحنا لو فهمنا عن إي كرة الدنيا هترتاح جدا معنا. سعية. بجد والله. عنك حق والله. وهي دلوقت زي ما إنت قلت حاجة م موضة. صح. وهم بره. الموضوع مش كده خالص. الموضوع هو بيدور على أدوار لكل اللعيب بيعمل بيهم طريقة. صح. مزبوط. يعني كابتان أحمد بلال دوره يبقى في الملعب كزا وكزا وكزا. ومثلا ميدوا دوره في الملعب كزا وكزا ومعهم مش عارف مين كزا. فبيعمل طريقة مع الأدوار اللي هو مدهة لللاعيب. صح. صح. لكن إحنا هنا أربعة واتنين تتا واحد. هنلعب. 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 هيا دي. لكن ادي زي نماذج التمرين يا كابتن أحمد ادي نموذج تمرين لمية مدرب المدرب المختلف هتلاقيه طلع من نموذج التمرين ده حاجة مختلفة خاصة لكن النموذج واحد فهي الموضوع موضوع كبير خلي بالك ومتعة موهبة موضوع التمرين تعالنا ندخل في أجواء النادل آلي الحدث تأجيل مبروطة الكمة وتدعياتها شفت حضرتك التعامل وتأدير متبادل بالنادل آلي ومؤسسات الدولة شفتون زي نشوف الأهلي دائما وأبدا بيحترم مؤسسات الدولة وبيحترم الوضع الأمني اللي في البلد تمام؟ يعني احنا مش ضد الأوضاع الأمنية مش ضد مؤسسات الدولة بالعكس احنا بنخطو بخطة سبتة وواضحة تمام؟ قدام الجميع يعني الموسم الماضي برضو تأجل لنا كم مبروطة بسبب أنه كان فيه أوضاع أمنية في البلد والنادل آلي على فكرة يعني أول من بيساند ويدعم الموضوع الموضوع ده يعني لكن النهاردة بي عندك ظرف أمني خلاص أنت خلاص لأن أنت وحدة مرتبطة بمصر على العكس أنت كمان أنت يعني جمهور نادي الأهلي هو يعني الأكثر في مصر بشكل عام يعني أكثر ناس موجودة في مصر بتشجع النادي الأهلي إذاً أنت كتلة كبيرة جداً بتمثل جزء منها كبيرة جداً من نسبة 70% أو 80% بيمثل الشعب المصر جميلة فبالتالي أنت مخلوط جوع مؤسسات الدول كنادي أهلي والنادي الأهلي منظومة كبيرة جداً بتؤثر على حاجات كثيرة جداً في جمهور نموذج محترم اسم محمد صلاح ده بيمثل مصر في كل مكان جميل المتخب مصر لما تلاعى كنا من ضمن الـ 32 أو الفريق كانوا موجودين كنا برضو إحنا يعني حاجة شرف كبير جداً جميلة بتأخذ بالك النادي الأهلي ما بيحصل على بطولة أفريقيا بيقوله النادي الأهلي المصري بالزرط مش النادي الأهلي مثلاً تتويج المصرات الكرامة على المدريد النادي الأهلي هي دي الفكرة الرياضة أخذ بالك جزء كبير جداً جداً في علاقة أسماء الشؤون النهاردة الأرجنتين نحن مناس فيها الأرجنتين البرازيل هي كرة القدم بالزبط يعني البرازيل فرق يعني مشهورة كدولة مشهورة أوجابة الشورة بتاعتها من كتر من البرازيل من أكثر الدول اللي في العالم بتحصلها بتكسر عالم الأرجنتين عندهم واحد اسمه مارادونا تمام فهذه كرة القدم بالعكس ده جزء مهم جداً 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 في كل الدول يعني منظومة كرة القدم مهمة بشكل كبير اقتصادياً وسياسياً واعلامياً وما ديه بشكل كبير جداً كرة القدم و النادي الأهلي يموثل جزء كبير جداً من هذه المنظومة في مصر تمام فبالتالي كون ان انت تنصق يعني المؤسسات بتاعتك تنصق مع مؤسسات الدولة ده وضع طبيعي كون النادي الأهلي النهاردة يستجيب للأوضاع الأمنية في مصر ده وضع طبيعي إنما الوضع اللي مش طبيعي أنك أنت النهاردة في كرة القدم يعني يحاول أو الناس تحاول أن هي تقلل من قيمة الكبير هذه الحالة المش مفهومة بالنسبة لي أنك أنت النهاردة عايز تتعامل مع نادي أهلي كنادي عادي خلينا أقف عند حاجة خلينا أقف عند حاجة وكويس أنت قلتها سؤال صريح جدا ووضع جدا هل هل اللي بيتطول على نادي الأهلي أو اللي بيحاول يقلل من قيمة نادي الأهلي هل ده إنسان زو قيمة ولا عديم القيمة أنا أقف عند الحد تبي لو زو قيمة لا أنا لازم أخاف وحط إيدي بقى وشوف أنا فيهن لكن لو عديم القيمة أنا كلام بيسمعه من هنا وبطلعه من هنا لا شوف هولك الحاجة عميد اتفضل ما هو زي اللي بيقيمك يعني زي أنت كأحمد بلال لما كنت تلعب ما شاء الله أكيد أنت كنت تعمل تليفونات تشوف أنت فين صحية في ناس أنت بتوصق فيه رأيها جدا لأنهم رأيهم لي قيمة عندك خذ بالك وانت بنفسك عارف قيمة نفسك بس وعارف أنت فين بالزبط وفأنه وضع بص خذ بالك لا يوجد من هو فوق نادي الأهلي تخذ بالك خلينا نتكلم كرويا رياضيا لا يوجد من هو فوق نادي الأهلي في مصر بشكل عام أو ممكن في إفريقيا كمان تمام ببطولاتك وإنجازاتك ونجحاتك وما إلى ذلك فبالتالي أنت ما فيش حد هيقدر أنه يقلل من قيمتك عنده قيمة أكبر منك جميل يعني أنت ما عندكش ده ما فيش ده مش موجود على الساحة مش موجود على الساحة اللي هو أكبر من النادي الألي فبالتالي أنت هتنصغلي تمام أنا بتكلم رياضيا بشكل عام يعني تمام تمام فبالتالي كل اللي بيحاول أنه هو أخد بالك الأول قبل ما كامل كلامي لائحيا أنت منضبط جدا تنظيميا أنت منضبط جدا إداريا منضبط جدا عارف أنت بتشتغل إزاي إنه الأهلي بيشتغل باللوايح والنظم والقوانين هو بيشتغل على كده فبالتالي أنت ما عندكش مشاكل في الحتة دي بالعكس أنت بتطول أنت دايما حتى في كل المواقف بتاعتك أنت دايما بتطلع الكسبات لأن أنت بتستند لللوايح والقوانين ما بتستندش الحاجة تانية أنت أخد بالك أنا عايز أقولك على الحاجة فبعض من الأوات أنت ممكن بالقول اللي موجودة عندك أنك لا مش هشتغل باللوايح والقوانين ونحن هشتغل في الحتة دي جميل تجوز وممكن تحصل وهتكسب وهتنتصر لكن أنت بتحاول تحافظ على القيم اللي أنت بنتتول حياتك تمام يعني هو ده الفرق اللي بينك وبين يعني أنديه كتير هو ده اللي بيعلي النادي الأهلي غير رياضيان كمان هو اللي بيعليه مؤسسيا أن أنت كمان وانت بتتفوق في حتة الرياضة كمان بتاخد مية حتة اللوايح والقوانين أنا دايماً بقول هتولي مرة واحدة النادي الأهلي صدر مشكلة لأي حال خالص على الإطلاق خد بالك لما على عيد أنت في قصة كيلوباني أنت اللي كاسبية تمام في قصة الاتحاد التأجيل الموسم الماضي أنت برضو اللي كاسبان ومع ذلك ودي إحنا بنكرر ودي حصل برضو الفترة دي أنت المرة اللي فاتت لما طلب منك أمنيا التأجيل أنت أجل حفاظاً برضو لمصلحة منتخب مصر ولمصلحة الدولة والمصلحة الحقيقة كيراً جداً فأنت بتشتغل في الحتة دي بشكل محترم جداً عشان كده أنت بتكتسب رقم واحد ثقة واحترام جمهورك بتكتسب ثقة واحترام مؤسسات الدولة اللي أنت بتتعامل معها عشان كده لها دايماً كبير لكن نرجع للحتة اللي أنت بتكلم فيها التقييم من اللي بيقيمك من اللي بيقيم النادي الأل بالضبط يعني استحالة تلاقي حد ما استحالة هنا في إفريقيا بشكل عام بالضبط تلاقي في نادي يصل إلى مكانة ومرتبة النادي الأل عشان يعني يقلل من شأنه خذ بالك يعني أنت هنا في المكانة بتاعتك وأنا كواحد لعبت في النادي الألي ومشجع للنادي الألي ما يكون بلع في النادي الألي إحنا بندافع عن النادي إذا كان غلط أو صح لكن إحنا بنقول الصح دايماً إحنا تعودنا في الألي ونحب نقول الصح حتى لو في قلط يعني نهاя في الأس�를 التحليل وإنت يمكن يعني ادرت سيديهات كثيرة لما بيوقع فيه خطأ بنقول ما بنقولش لا يعني ما بنقولش اللعيبة دي كويسة لا بالعكس إحنا لما بيكون في خطأ بدون في خطأ ومع ذلك إحنا تعلمنا كده وتربنا كده في النادي الألي هو ده السلوك اللي احنا تربنا عليه إنما يجي حد من بر يقول لك أصل النادي الأهلي مرة بقى يقول لك الحكام ومرة يقول لك مش عارف أصل إيه مفيش النهاردة الدولة بتتدخل في بعض الأوقات تمام وإحنا بننسجم أو أن إحنا بنشارك الدولة في قراطة حفاظا برضو على أمن البلد وحفاظا برضو على مسيرة رياضة في مصر جميل أول كلام محترم جدا وكلام عقلاني جدا يعني كل العقول تستوعب كلامك لكن إنت قلت كلمة مهمة جدا فش حد عائل يقدر يهاجم نادي الأول قلل منه صحيح فتعامل الدولة مع نادي الأهلي زي ما أنت قلت برضو لازم أفين صهار وفين سجام وهو في فعلا كده لأن نادي الأهلي مؤسسة مؤسسة كبيرة جدا دايما بتحرس على إعلاء الدولة قبل اسمها صح هي شخصان أنا قلت من زمان يا كابتن أحمد للأهلي تعدى مرحلة النادي من زمان أطبع لا تعدى مرحلة لا مش تعدى مرحلة النادي يعني بص لما يبقى أنت الجمهور بتاعت بمسل 60% من من الشعب المصري إذن أنت داخل البلد داخلها سياسيا واقتصاديا وإمليا كل حاجة كل حاجة يعني أنت بس الفكرة أنت انصهرت أنت قلت تعبين أنصهرت مع الدولة طبعا أنت أخذ بالك أنت برضو مش مؤسسة كرة قدم فقط لغير يا يميد أنت النهاردة نادي اجتماعي ونادي رياضي بشكل عام بطولات إفريقيا في اليد في السلة في الطائرة في الكرة في الألعاب الفردية بشكل عام لدي اجتماعي تمام أنت أصبحت مش أصبحت أنت طول عمرك بتمثل جزء كبير جدا من من الشعب المصري وده وضع طبيعي خد بالك وكل خد بالك وكل الأندية اللي في العالم اللي لها جمهورية كبيرة كده بالشكل ده أنت النهاردة أنا آسف يعني أنت النهاردة يعني تعالى مش آسف أو الحاجة أنت النهاردة لما يبقى فيه مباراة للنادي اللي لهاي بتورد أفريقيا أنت أنزل الشارع إلى مصري أنزل الشارع والمباراة شغالة نهاية أفريقيا مش لها حد موجود خالص مش لها حد في الشارع إطلاقا يعني في مصري ليه الناس متابعة ومحبة جدا للنادي إذن أنت في بعض الأوقات ممكن تؤثر في اقتصاديات البلد ممكن تؤثر في السياسة في البلد ده وضع طبيعي يعني ده مش يعني ده مش حاجة يعني مش حاجة أبنورمال يعني ده وضع طبيعي أنك أنت جز كبير ومهم جدا في الدولة ده وضع طبيعي خد بالك أنا شايف نوع من الزكاء والاحترافية العلي قوي اللي عمل الدكتور أشرف صمحي بص هو الأمر وش هتحلغل بالشكل ده هو الأمر وكانش هتحلغل بالشكل ده الحقيقة تمام وانت كنادي أهلي لما هتدخل المتحدة كورة في مشاكل رياضية هتكسب المشكلة أنت ماشي صح بالضبط لأن احنا اتكلمنا وقلنا أن الأهلي عنده لوائح وعنده أسس وعنده قوانين واللايحة كانت موجودة وبيحترم الجميع تمام مفيش نبص خد بالك أنت دايما أنت بتكسب نحن أقول أنت بتكسب قوتك من مدى احترامك لنفسك ومدى احترامك للقوانين واللوايح تمام النادي الأهلي ما بيبلطكش على حد النادي الأهلي يعني مش أنا اللي بيحط اللايح فبتخانع عليها لا أنت أتحد الكرة اللي بيحط اللايح وأنا كنادي كبقية الأندية ما احترامنا لكل الأندية طبعا ما، ما احترامنا لأهلي مختلف شوية تمام ولكن أنت زي كزي باية الأندية بتمشي على اللوايح اللي موجودة اللي بيحصل أنت الاتحاد هو اللي بيخالف اللوايح وأنك أنت أنت تمشي وتحافظ ده تدي قوة للتحاد ده طبيعي مصر ميدو انت مشكلة اتحادات الكرة في مصر على مدر العصور ليه ضعيفة لان ما بتحفظش على اللوائح الموجودة هي دي المشكلة للثبتة انت ما فيش اتحاد في العالم اقل من الاندية الا في الاعتقد في مصر فقط لغير انت الاندية اقوى من الاتحادات مش عشان الجمهرية انت اليوفي بص جمالية اليوفي في العالم كله عامل ازاي في ايطاليا ومع زي 10 درجة تانية اتحاد قوي لان اتحاد بيشتغل بنظم ولوائح واسس تمام لانت النتيجة انه ننزل درجة تانية ستة ابونت ونزل درجة تانية وغرم لكن انت هنا الاسف اللي بيخالف اللوائح هما الاتحادات عشان كده انت دايما في كل المعارك بتاعتك انت لبتنتصر تمام عشان كده الاندية في مصر اقوى من الاتحادات هي مش اقوى بس للشعبية هي اقوى عشان هي بتحافظ على اللوائح والنقوة والاسس تخيل وانت معك كاتحادا بكن بقى على اتحاد مصري معك نادي بيدعمك بحجم النادي الاهلي بيحافظ على قراراتك بحجم النادي الاهلي وجمهور صحية وشعبيته مزبوط انت عايز ايه اكتر من كده مزبوط ده انا بقول لك انا بدعم قراراتك انا بحافظ عليها انا عايز قراراتك سابتة كم تفالح نصير على الحاجة جميلة جدا في الستوديو اللي فات قال يا جماعة انت لو بتنظم دوري صح مش هيبقى عندك مشكلة لو بتطبق فعلا الاسس والمعايير اللي موجودة في الاتحادات الاوروبية تمام في كل الدول الاوروبية مش هيبقى عندك مشكلة صح لكن للأسف انت بتفاجئ بالموقف مفيش حاجة اسمعها انا بنظم بطولة ميدو اتفاجئ تمام انا ما بعملش دور رمضانية موظر عشان اتفاجئ مين ساعد وين وين ما ساعدش مفاجئة اه طب مين هي هنحسبها بالبوينس ولا هنحسبها بالأهداف تفاجئ بساعات مش بأيام مثلا بزبط انت يبقى عندك مفاجئات ما ينفعش وانت بتنظم بطولة اعتاد الاتحاد انه ينظمها ان يبقى عندك مفاجئة فيها يبقى عندك حاجة خارج الحسابات بتاعتك استحالة مش موجودة فهو ده هي دي المشاكل دايما لازم عشان كنا انا بقولك ايه احنا مش بنتعلم من الصح انا بتعلم الاخطاء المفترض ان فيه اخطاء كتيرة جدا فاتت الاتحاد اللي موجود في الوقت الحالي كلهم اخواتنا وكلهم اصحابنا وكلهم حبابنا وكل حاجة لكن لما يبقى في حاجة ضد النادي الاهلي وبتسيء احنا لازم نوقف وده ده طبيعي يعني لما تبقى في حاجة ضد النادي الاهلي يبقى لازم كلنا نوقف يعني وده وده الدور بتاعنا احنا مش هنساند للتحد ضد مصلحة النادي الاهلي تمام هنساند الاهلي ضد مصلحة ضد اي حد ولكن احنا وإحنا بنساند الاهلي بنسانده في الصح مش في الغلط فاتت لما حصلت الأزمة. اللي كان بيقولي يا جماعة إحنا بنطالب بأن كل الأندية تأخذ حقها. مش الأهل فقط لغيره. وكان معك سموحة وكان معك المقاولين وكان معك الاتحاد وكان معك كل. يعني تقريباً تسعين في المئة من الأندية كانوا مع بيان النادي الأهلي الموسم الماضي. ومع ذلك لما تدخلت الدولة كان قرار النادي الأهلي أن إحنا مؤسسة تنتمي إلى مصر. فإحنا عايزين الصالح العام للدولة. نكيد. ولعبنا بعد البطولة وخدنا الدوري العام وكانت الأمور ماشي زي الفوري. وكان قرار صائب التأجيل. نكيد. خلينا أقول لك تأجيل الدوري وتوقفه. هو أنا سلبياً يعني أكيد مش أقصر على البسد بلأن الأهلي متعود على كل الظروف. لكن أنت لك رأي تاني؟ بص أنت بتبقى فيه حاجة يعني أنت بتوصل لها مرحلة كبيرة يعني من الانسجام مرحلة كبيرة من اللقاء بدانية مرحلة كبيرة من الفنيات مرحلة كبيرة من التطور لما بتوصل للمرحلية ما تقول لك عايزين الدوري تأجل. يعني أنت خلاص أنت المتشات الفاتر كلها المدير الفني خلاص أرى اللعيبة اللعيبة بقى عندها ثقة عالية جدا. أتكلمك على المدير الفني تحديداً. آه طبعاً أنا أتكلمك على فرقة الأهلي بس الأول. اللعيبة وصلت مرحلة عالية جداً يا ميدو يعني البيك عرفت بتاعتهم يعني خلاص أنت وصلت الأعلى مرحلة بالنسبة لك. تمام؟ فبالتالي كون أنك تأجل وتلعب بعد شهر لسه كمان دي يخد بالك يعني أنا ما بحبهاش ولا ممكن المدير الفني يحبها ولا كمان اللعيبة تحبها. اللعيبة دايماً طول ما أنت بتكسب عايز تبقى دايماً موجود في الملعب. عايز تبقى دايماً شغال. عايز تبقى دايماً تلعب المتشات. عايز كل المتشات تبقى وراً بعض على طول. عشان أنت في حالة كبيرة جداً حتة أنك تكسر الحتة دي بأنك تقعد شهر من غير ماتشات أو تلعب ماتشات ودي أكيد أقل إمكانيات وخاصة أن أنت بعدها تروح على بطورة أفريقيا دي ممكن تكون تؤثر بالسال بنوعاً ما يا. هو في اللامة منطقية اللي بيعمله فيلر. إحنا نقول من أول ثلاث مباريات إن إحنا وصلنا للتوب فورم بتاعنا ده لامة منطقي ولا أنت عندك رأي تاني. أنا معاك طبعا. فإزاي الراجل ده وصلنا إن إحنا نقول كده. شوف أقول لك الحاجة. هو سؤال مش مكانش مطرور. مش في المالحاجة. ده السنتة اللي خليتنا أقول. بص أقول لك الحاجة. واضح إن الراجل ده يعني أثناء فترة التعاقد يعني اشتغل على دراسة لعبة الندلية بشكل كويس. الشيقات أولاي لحمق. الوقت أولاي جداً. جداً كمان. لكن فيه مدرب ميدو بيعرف إيره كويس. وإيره بسهولة. هو أخد بالك الفرق بين المدرب والتاني مش إنك بتنزل تدرب اللعيبة. ما أي حد أنا ممكن أدرب وأنت مو هو ممكن يدرب وممكن يجيب واحد الاسف يعني ممكن ملعبش كورة خالص بس خد دورة تدربية يعرف يدرب وينزل عادي جداً. ده الأمر عادي. لكن إنك إنت النهاردة تعرف تشتغل فنياً على اللعيبة تمام؟ وإنك إنت تقدر تقرام كويس وتعرف إمكانات اللعيبة وتقدر توظفها كويس داخل الملعب هو ده الفرق بين الفرق بين المدير فني والتاني. صح. خير موظي. مدرب صغير في السن قريب من اللعيبة ودي حاجة مهمة جداً خد بالك إنك إنت المدرب لما يبقى صغير في السن شوي بقريب من اللعيبة أوي دي ما بتحصلش مع المدربين الكبار كتير. ممكن مدرب كبير يقرى لعيبة بشكل قريب منه. دي حسب شخصية المدرب. لكن في الأغلب المدير الفني الصغير في السن بيقدر يوصل للعيبة بسرعة. حتة إنه يتنرفس بسرعة ما بتبقاش موجودة حتة إنه يبقى في بين وبين اللعيب مشكلة ما بتبقاش موجودة. فاهم؟ عكس المدربين الكبار ساعات المدربين الكبار خد بالك المدارس برضو مختلفة شوية ميدة. المدربين الكبار أحيانا بيبقى في بين وبين بعض اللعيبة مشاكل كبير. فاهم؟ هو أنا شايف أنت برضو بتحكم على على مصر. ما إحنا بنتكلم في دور المصر. خد بالك. أنت النادل آلي في مصر. فاهمني. نحط بقى يلعب في أوروبا عشان. فاهم؟ أنت بتكلم في مصر. اللعي إحنا شفناه ده بصراحة حاجة مبهرة. من المدير الفني؟ الشكل الفني النادل. طبعا. طبعا. اللعيبة النهاردة خد بالك اللعيبة واضح كمان من تغييرات اللعيبة 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 الأكشنات بتاعتهم. واضح إن اللعيبة مجزة علانة. واضح إن مدير فني بتكلم مع اللعيبة. خد بالك حتة النبارد وحتة الروتايشن ده المقبلها ما بين اللعيبة وبعضها. تمام تمام تمام. منخليها كل واحد عنده الحافز إن يلعب. مش منخليها اللعيبة بتفكر تفكير سلبي. مش منخليها اللعيبة بره بتمغها. انت في بعض المدربين يكتفي ب11 و3 و2 كمان عليهم وكل بعد كده بره بره التين فدي تخلي إن اللعيبة بتخرج كتير قوي فتيك تستعين بي ما تلاقيهوش في الملعب. ده مش موجود معنات النجاة. نرجع كده يا برجاوي بس للمنظر الوقفة اللي كان موقفة فيلا اللعيبة وبشرحها كده تحس شغل جوارديولا قوي قوي لو ترجع برجاوي لو تجيبي اللقطة يلا وقفات أسانة من العشقين لجوارديولا دايما بص الوقفة دايما الوقفة دي. تاكتكس بيشتغل بيعمل ويشرح ويشرح واللعيبة كلها حواليه بيشايف ده شغل تاكتكس بيشتغل اه طبع بيحفظ اللعيبة طيب سؤالي بقى ليك سؤالي ليك سؤالي ليك الوقت في مصلحة فيلا مش ضده شوف أقول لك الحاجة يعني عزقين وصل بالنادل أهلي في 3 متشات أو 4 متشات إنه هو يعمل سبب رعب حتى لنا احنا كأهلوية احنا بينا مرعوبين انا كمان عارف اللي هو ايه من انت مرعوب من الشكل العام ما شاء الله تا مركزات جديدة على اللعيبة رمضان صبحي بقى دلوقتي كل تفكيره ازاي جيب جهول بالمنطق يا أحمد وبالشوف اه طبع فإذا كنت انا عملت كده في 3 شهور فانا عايز وقت كمان احفظ بقى قوي اللي انا عايزه يعني دي وجهة نظر لا بسخد بالك انا هقول لك الحجم دي فيه مدرب في وقته صغير زي ما احنا قلنا كده فيلر قدر ان هو يعرف امكانات اللعيبة اللي موجوده قدامه وازاي يطور منها يعني احنا كم مشكلة رمضان صبحي انه بيت دايما بيلعب على طرف الملعب بالزبط حتى في احترافه حتى بره في اوروبا بالزبط النهاردة بقى رمضان صبحي بيشتغل شغل رقم 9 بقى بيقطع لجوه كمان مش بس انه بيكمل في الهجمة لا ده كمان في التحركات بتاعته الجول اللي بصاها اللي عملها الحسين الشحات او الحسين الشحات الكرة اللي قطع بعرض الملعب ورقص الجنو وقف وعملها دي قطعت واحد او تحرك لعيب سترايكر مش تحرك لعيب بلعب على وينج او بلعب وينج تمام فالنهاردة هو قدر يطور ويغير من امكانات اللعيبة اللي موجودة في ملعب وده شيء يحسب للمدير الفني النهاردة ازاي استفيد من اللعيبة اللي موجودة انت عندنا خلاص تلاتين لعيب موجودين فبتحول بقدر الامكان انك تكتشف في كل اللعيب اللي مقدرش اللعيب يكتشفه فالنهاردة انت بتكتشف رمضان صبحي بتكتشف في اجايه انه ممكن يكون المام تارجد بتاعك بشكل مختلف شوية باسلوبه طريقة مختلفة النهاردة اجايه من اللعيبة النهاردة ليها بصمة كبيرة جدا في كل الموردة اللعيبة النهاردة هو اللعيب رقم تسعة لكن هو بلعب تسعة وبلعب عشرة في نفس التوقيت فالنهاردة قدرت كمان انك تخرج حسين الشحات من الحالة اللي هو كان عليها النهاردة يعني عشان مدير فان يجي برضو بنسبة كلامك كان كلام مع رمضان برضو يعني اكيد انا بأكد على كلامك يعني ان هو دايما بيحفظ حتى في قبل التمرين ها طبعا بصوحاتها كمان يعني الاكشن رمضان هو مبسوط كمان هو عارف يعني مبسوط بطريقة الحوار في المصدية وهو هاخد بالك هو دهال فكل قول كمان بتشرح لالة اللعيبة اللعيبة مبسوط وسعيد وعايز يؤدي وعايز يتقلق هو مين في الملعب لاشيوجه ساجل الهداف يطور مستوى بسذبت لا يرقم واحد مين مش عايز ساجل الهداف كل اللعبة ساجل الهداف لكن ازاي هتقدر تساجل لازم يعني استفيد من المدير فانا استفيد من الإمكانات بتاعته استفيد من رؤيته استفيد من فكرة أكد هو برا الملعب شايف حاجات مش موجودة في الملعب فبالتالي لما قدرت تشتغل على الأربعة اللي قدام احنا كتت مشكلتنا للفترات اللي فاتت مش مشكلة دفعية بس احنا كتت مشكلة في الهجومين ان انت مش قادر تسجل أهداف يعني دايما بتسجل أهداف وضع 3-4 تسجل أهداف وضع 5-6 في بعض الأوقات ما بتقدرش تسجل برغم ان انت بتروح للجول هل تعرف السبب كان ايه؟ انا عارف انت دماغك ما شاء الله فيه؟ السبب في قلة الأهداف كان ايه؟ التحركات اللي في حتة اللي قدائك اللي هي؟ فاقولك على حاجة انت دايما مشكلة الأهلي مع لسارتي او مع المدرب اللي قابليه انك انت دايما لتنين الوينج سبتين سبتين انت بتشتغل بس على المان تارجت ومع ذلك خد بالك يا مين شفت انا بأساءلك وعارف انت تقوله انا ولك الحاجة مع ذلك تشتغل على المان تارجت بالزبط على اظهره بس على مروان بس مش بتشتغل على كل العين ومع ذلك انت كان اعتمادك كله على الكورسات يعني ان نهارده عشان لعب على الكورسات لازم بقى عندي اثنين سترايكر في الملعب هو دا اللي كان بشتغل عليه لسارتي خلصة الموضوع دا بس ماشي لا دا اللي كان بشتغل عليه لسارتي لازم عندي كسافة عددية مش اثنين بس حاجة ما انا بقولك يعني لازم تشتغل باتنين تمام اقل حاجة او تلاتة سترايكر التاني والتالت واحد من تحتيه ما انت قلت بتشتغل ازاي بتلعب على اطراف الملعب ومعندكش غلائب واحد جوة 18 فبالتالي ما بتستفدش بكل الكورات العرضية اللي بتشتغل عليه ما بتستفدش بدخول اللعيبة داخل البوكس النهارده بقى حسين الشحات اجا اي رمضان صبح التلاتة دايما موجودين في البوكس فبالتالي بقى اصبح عندك الكسافة العادية فما عندكش مشكلة تساجلها دا في اي وقت سواء اذا كان كورة عرضية او ثرو باس او شوطة او 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 مراوغة واحدة دواحد او اي حجم دي النهارده بعيد لقيمة النادي لقى لالتلاتة التلاتة بقى اصبحوا مهاجمين التلاتة بقوا سترايكرز تلاتة سترايكرز داخل الملعب وبتسيب بتدي فرصة لاتنين بتطير في الملعب ان هم يشتغلوا الكورسات العرضية فبالتالي بقت مخيف داخل التمنتاشر انما الاول لاتنين الوينج بتوعك هم مفتحين الملعب هم دول اللي بيشتغلوا العرضيات وما كانش حد موجود في التمنتاشر عام رستولية كنا دائما بنوشد بيه في بعض الاحيان انه بيكمل في التمنتاشر لكن من شو ده الاساس مش الاساس ان العيب رقم رقم ستة او رقم تمانية هو ليسجلي هدف لا الاساس بالنسبالي تلوما بقى لعب اربعة اتنين تلاتة واحد ان الاربعة اللي موجودين قدام هم دول يسجلوا هدف سلو اذا كان رقم تسعة او عشر او احداشر هم دول يسجل فبالتالي هو فايل العمل كده اشتغل على الحتة دي خل حسين الشحات خل رمضان صبح نهاردة حسين الشحات جاب كمان تقريبا سبع ادف او تسع ادف نهاردة رمضان صبح تلات مباراة في تلات ادف في الدور العام اجيب يسجل في الدور العام اصبحت التلاتة اللي موجودين الاربعة اللي موجودين قدام هم دول اللي بيسجلوا وده الطبيعية في كرة القدم انما زمان كنت بتشتغل على ايه زمان كنت عايز رقم تسع واليسجل والاتنين اللي عطار في مانهمش دور النهاردة بص خد بالك منشستر سيتي بلعب نفس الطريقة رحم سترلينج بيسجل هداف راد محس ده وبلعب بيسجل هداف دي بروين من تحت بيسجل هداف اجويرو هو الهداف بتاع الفرقة برشلونة نفس الموضوع هو الفرقة الكبيرة بتشتغل كده الاربعة اللي موجودين هداف لازم يسجلوا فيش حاجة سمانة بلعب على المان تارجل رقم تسع واليسجل والتلاتة التانين لا ده مش طبيعي في كرة القدم في الطريقة دي تمام علشان كده بقول لك هو كمان عمل معادلة حلوة قوي وصعب قوي ما كناش منشوفها في نادل قلي صراحة يعني انت بتهاجم بكسافة عددية وبتدافع بنفس الكسافة وان كترت كمان شوف انت عشان ده عندك دلوقتي محور ارتكاز تمام حمدي فتحي هو ده المحور ارتكاز بتاعك هو ده اللي بشتغل عرضي وفي بعض الاوقات بيبقالو دور بص فيلر عمل حاجة مهمة جدا يا ميدو خليني اقولها دايما في كرة القدم وحنا مش شغلو انت نهارد انت مدارب انا عارف تعريبا يا مش انت مدارب شح صح شغل مدارب عمل حاجة مهمة جدا انت دايما في كرة القدم انت بتقسم بتدي كل اللعيب على حسب البوزيشن بتادي البرسنتج هجومي ودفاعي تمام بتشتغل على الحتة دي انا النهارده مسلا الوينج انا عندي 80% هجوم و20% دفاع تمام الفيرود لا 90% هجوم و10% دفاع كذلك نص ملعب 50-50 تمام لا في واحد بقى بيبقى فيهم 40-60 40 دفاع و60 هجوم كده النهارده انت قسمت الحتة دي هي تكلفات بالضبط هي تكلفات انا بقسمها بس يعني نسب يعني خليت النهارده السلية يكمل في الحتة الهجومية او يشتغل بنسبة 60% هجوم و40% دفاع وخليت العكس حمد الفاتح يشتغل يعني 60% دفاع و40% دفاع تمام اديت مهام مختلفة شوية المهام المختلفة الكعلة بتاعت العيد وإمكانياته المهام المختلفة خليت عندك فيه تنوع في الأداء داخل الملع تنوع حجومي ودفاعي نهارده حمد الفاتح هو اللي بعمل الكوفرين على كل اللعيب الخمسة أنا موجودين في ناحية قدام عمر السلوية هو اللي بيكمل أصبح عمر السلوية نهارده في بعض من الأوقات هو اللعيب هو البليميكر للنادي الآلي في بعض الأوقات يعني بيلعب في بعض الأوقات بتلاقيه جم مجد أفشا في بعض الأوقات وهي دي المهام الزيادة اللي اكتشف من المدير الفاني لازم ليه عشان تشتغل كمان في حتة الضغط لازم يبقى عندك دايماً خمسة موجودين في الحتة القدام وبيغطي عليهم حمد فاتح واربع موجودين في الحتة الدفاعية فعشان كده دايماً احنا شايفين كسافة عدلية النادي الآلي شايفين خمسة بيكملوا في ناحة الهجومية وبيعملوا حتة الضغط قدام وبيكمل مرام حمد فاتحي سواء إذا كان من ناحة المين أو من ناحة الشمال يعني دايماً حمد فاتحي في كتير من الماتشات لو أنت متابع مش هتلاقيه بالعف نص مرعة هتلاقيه دايماً يواغد حتة يمرحل يمين يمرحل الشمال على حسب الهجمة موجودة في أي حتة السلية هو اللي موجود في حتة النص في حتة النص لأنه دايماً عنده مهام هجومية غير حمد فاتحي تمام فعشان كده دايماً لعيب تنال لالي دايماً خمسة في اللجوم انت شايف كسافة عددية دايماً في الحتة اللجومية كمان في الحتة الدفاعية اللعبة بيتغير المسلس بيبقى عامل كده في الحتة الدفاعية بينزل حسين الشحات يكمل لحد نص ملعب بينزل رمضان صبح بيكمل لنص ملعب بالإضافة اللي اتنين اللي موجودين والسلية وحمد فاتحي هو زود سرعة الارتداد بسرعة خد دايماً عمل سرعة ارتداد زادت قوي بص انت مشكلتك الفترة اللي فاتت ان رمضان صبح كان بيجأ لحد الثامنة طول المباراة انت بتهاجم تسئين متر وبتدفع تسئين متر ده صعب جداً علي فرق صعب جداً وما كانش عندك فرصة انك تشتغل كاونتر اتاك النهاردة النهاردة النادل اهلي برغم ان هو فرق هجومية بس بيعمل حتة كاونتر اتاك بشكل مميز جداً لان خلاص انت ما بقيتش محتاج ان رمضان صبح يرجع يدافع طول المباراة تسئين متر رايح جاي ولا الشحات يشتغل ويلعب تسئين متر لانك انت بتريد تعمل حتة الضغط من الحتة الامامية من الحتة الوداية بتشتغل عليها من الحتة الوداية فما بتديش فرصة ان العبك يفضل وطول المباراة انك ترجع وتطلع لانك انت النهاردة هتخلص من ديقة ستين ده وضع طبيعي ما مش فرقة في العالم بتشتغل تسئين متر رايح جاي طول المباراة استحال اللي عمله فيلر ان خلي النهاردة لقى لي دايماً فعمليت ضغط في الحتة الوداية عمليت ضغط عايز يستخلص الكرة من الحتة دي لو الكرة عدت فالنهاردة عندك خمسة في الحتة الدفعية يقدروا يستخلص الكرة بسهول من اي فرقة وده اللي عملت في كل المباراة اللي فاتت عشان كده كنا بتشوف ايه النادي الاهلي نفسه موجود حاضر دايماً النادي الاهلي في الحتة الهجومية دايماً موجود ما عندوش أزمة ما عندوش مشكلة في الحتة دي فبعض الأقوات وده وضع طبيعي نقدر لما علي معلول بيزول أوي ممكن رمضان صبحي يرجع هو سنة بس ما بتحصلش كتير أوي بتحصل بس بالاتفاق تحصلش كمان بالاتفاق عشان انت عندك اتنين من تحش بتفنش كويس أوي فالكورة مش هتروح منك ويضطر علي معلول يخبط مشهور مع رمضان بتفنش كويس أوي أو بترجع تحتفظ بالكورة تاني كسافة الهجومية كمان بتعمل كمان مشاكل الفرقة طبعا انت بكون عندك زادة عددية تقدر تباصي تقدر تعمل التروت مش زيدو عليك كتنين بالضبط ما عندك مشكلة في الحتة دي صح صح كلام شوفت ما حب أتكلم معك في كورة زي شوفش انت بتكلم في كورة يا رب تبقى مدرب جامد والله احاول كده لا مش هتعني لو اعتقد ان انت لو اشتغلت في موضوع تبقى مدرب جامد والله احاول اشتغل بس خلي بالك في ناس بتكلم في كورة كويس أوي وفي الملعب مش كويس وفي ناس بتكلم في كورة كويس أوي ومدربين رؤعين شوف اقول لك الحاجة هي بس هي افكار وكيفية تنفذها بالضبط يعني انا مقتنع بحاجتين في كورة جدا انا مقتنع طول ما انت عندك لاخبة ديناية كويس أوي كلعيبة وطول ما انت عندك فكر بتقدر تحفظ اللعيب علي انا عايز اقول لك الحاجة بس يمكن الناس بتفرج على الدول الإنجليزي ومنبهرة به يعني الدول الإنجليزي لو بصت لكل الفرق هتلاقي اللعيبة التالنتد عشرين لعيب في كل الدول في العالم كله الباقي لعيبة بتحفظ بصح لعيبة عندها لأخباداية لعيبة بتحفظ اه بتحفظ بتحفظ تاكتكس فاهم قصدي مش كل لعيبة مهوبة النهاردة تفرج على كريستر فز هتلاقي فز اتنين لعيبة بالكتير قوي زهى مثلا والسترايكر التاني فاهم قصدي اتفرج مثلا على ويلفر هامبتون هتلاقي مثلا اتنين لعيبة او لعيب هو اللي عنده مهارة فز فاهم يعني والباقي كله لعيبة بتحفظ بتجري في ملعب بتتنفس انا مش عايز اقول منشار سر سيتي عشان مع الناس افتا قولي ايه ده منشار سر سيتي برضو ما فيهاش التالنت الكوالاتي في حتة القدام الكوالاتي العليه في حتة القدام ما اقول لعيبة هالفكرة كلها ازاي الموديل الفني يوصل للعيب طريقة اللعب والفكرة بتاعه وازاي اللعب يبقى عنده القدرات والامكانيات البدنية انه يقدر ينفذ انا النهاردة اديني فرقة عدام الياخة بدنية عالية جدا اعمل لك منها فرقة تيم كبير وتيم محترم اه المهارة بتفرق طبعا اللعب اللي عنده مهارة بتفرق لان المهارة زي دي اللعقة بدنية يوصلك في حتة تانية مختلفة النهاردة ميسي بليقتل البدنية دي وكريستيانو ووصليني حتة تانية مختلفة تماما لكن مش كل اللعيبة في العالم يعني النهاردة حنتكلم على ميسي وكريستيانو من عشر سنين فاتوا مفيش حد تاني مفيش حد على الساحة زيهم وهي دي كرة القدر المهارة النهاردة مش كل اللعيبة هيبقى عندها مهارة مش كل اللعيبة هيبقى هداف بدرجة جاية جدا لا فيه لعيب انت بتحفزه فيه لعيب بتعلمه فيه لعيب بتقريه وفيه لعيب بتخليه يشتغل في الملعب هي كده كرة كده يعني احنا عندنا مثال وقعي الاهلي هي نفس اللعيبة اللي كانت معلسارتي معلسارتي العيبة اللي اتغيرت شفنا مختلفين صح فدايما بدل عزر اللعيب صح بربع عليك طبعا طبعا مدير فني بيعمل كل يعني مدير فني تمانين في المية من أداة اللعيبة داخل الملعب من النهاردة زي ما انت قلت وديت مسال حي ومسال حي جدا ورائع انك معلسارتي بأداء ومع فيلر يعني الجماعيات عايزة ثلاثة أربع الفرقة تمشي دلوقع الثلاثة أربع يقول لك احنا يعني بنموت في كل الهاتف طبعا الفرقة تغيرت انت داخل انا قاسم انت داخل من بورات أهل وزمالك ومفيش أهلاوي مقتنع مية في المية انك تكسب خالص النهاردة بتقول يعني انت قد اغلت ثلاثة اتنين اللي احنا كسبناها انت يعني قاعد حطت ايدك على قلبك شوي لان انت اللي عيشته قبل كده معلسارتي بيقول كده بيقول ان المباراة صعب علينا المهاردة المهاردة انت زعلانا ان المباراة أجلت يعني الحالة قلب بشكل قوي في شهر تقريبا يعني مش أكتر وعندك قناعة اعتقد ان القناعتك بالموديل الفني او اجتماع الجماهير على مدير الفني ككل من النوادر صح دي طبيعي من النوادر طبيعي لان خد بالك هو المدير الفني دايما بأداء وبفكر وبإمكانيات اللعيبة بمدى قدر التنفيذ اللعيبة على المهام اللي بيطلبها المدير الفني ما انا ممكن النهاردة انا وانت نشتغل اتنين مدربين لنفس الفرقة انا بقدر احفز واصل لللعيبة انا عايز ايه وانت انت ممكن تعمل تغيير يغير الجانب الايجابي كل واحد حسب رؤيته في الملعب انا ممكن اصبر على العيب في الملعب لوقت محدد انت ما تصبرش عليه اخد بالك ما هي دي مدى قدرة المدير الفني على معرفة امكانات اللعيبة وتأثيره على ادائهم في الملعب هي دي الفكرة ان انا كمدير الفني اكتشف اللعيبة اللي موجودة معاي في الملعب النهاردة المدير الفني الوحيد اللي قدر يطور من اداء رمضان الصبح في الملعب اداء الهجوم المدير الفني النهاردة اللي قدر يشتغل على حسين الشحات ويخلي يفكر بشكل ايجابي مش سلبي ويشير الضغوط من عليه ودي الحتة السيكولوجية اللي لاحب نتكلم عليها انك مش بس بتتعامل فنية انت برضو في حتة السيكولوجية بتشتغل عليها للعيد النهاردة الشحات يعني عدوا ضغوط كبيرة جدا وكان عدوا ضغوط واستمرت ضغوط لأوقات كتيرة جدا المسم الماضي كلها ضغوط النهاردة قدرت انك تخرجوا من الضغوط دي تشيل الضغوط اللي موجود عليه وده برضو شغل يعني نفسي المدير الفني بيشتغل عليه يعني المدير الفني حتة المدير الفني مش مطلوب ان ننزل لها من التمرين ما بيعملش تدريب انت عندك يعني جهاز بالكامل بيقدر يعمل التدريبات اللي انت اللي انت عايزها برضو لكن انت بتنزلش عرض الملعة بتشتغل تدريبات فهم انت بس بتشتغل الحتة بتاعت التاكتكس بتشتغل الحتة بتاعت الكوتشنج يعني هداف التدريب صح ده وضع طبيع هو ده اللي بتشتغل عليه صح وبتركز في الجيمز انت عندك النهاردة الهيد كوتش بيشتغل على امكانات الفرقة بتاعته وقدراتها وبشتغل على امكانات الخصم ومدى المميزات اللي عنده والعيوب اللي موجودة فيه ازاي يقدر ان هو يوقف المميزات بتاعت الخصم وازاي ان هو يقدر يشتغل على العيوب اللي موجودة انت مش بس تشغل على فرقتك اقول اهلي طور عنده لكن كمان في فرقة تانية في خصم تاني انت بتشتغل عليه بتشتغل على المميزات بتاعته ازاي توقفها وعلى عيوب بتاعته ازاي تستغلها وهو ده ده القدرات والمجودة هو ده الزكاة بتاع المدير الفني فالنهار ده بايلر بامكانياته قادر ان هو يطور الاهلي يشتغل يطور المميزات يتلاشى العيوب وكل فرقة بتلعبها انت بتلعب بتاكتك مختلف بشكل مختلف خالص تمام الفرقة الكبيرة اختلف معك في حتة بس الفرقة الكبيرة هي دايما اللي بقاليها style ثابت وشكل ثابت اما انت لعبت الزمان باختلاف انا بتكلم على الاهلي باختلاف المنافس بقى اللي هتلعب يعني باختلاف قويته بسعظك انك انت اللي بتفرد بالزبط هو يعمل حسابه عليك بس في بعض الوقات لما بتلعب فرقة كبيرة لما لعبت الزمالك اشتغلت على الحتة اللي عنده على الحتة الدفاعية لهم عنده مشاكل بالحتة الدفاعية ما بيعرفش يحضر بشكل كويس فبالتالي لما ضغطت عليه من نص ملعبه مدتوش الفرصة انه يشتغل انه يوصل الكرة بسهولة نص ملعب انت بتدور عليه وقدرت توصل للحتة دي واشتغلت عليها عشان كنا سجلت التلات هداف ممكن هدفين في الشوط الاولى هذا في الشوط تانية بالزبط بالزبط هو محمد محمود انت عارف نوات صعب النهاردة انا ما عرفش عندي اي اه انا عرفت الموارح يعمل هو يعني اللي بيتقال او الجهاز الفني يعني قال انه هو يعرض هو يعني رباط صليبي تاني اه في الركبة التانية اشتباه رباط صليبي في رجلي الشمال على الاسف ويعرضه الاشاعة دكتور احمد عبدالعزيز بكرا ان شاء الله اه للتأكيد يعني لا حرب لاش فيه وعافية اه الحمد لله على كل حاجة صبع صعبة بس هو لسه صغير بتغيري رباط صليبي دلوقتي يعني بيتعافوا منه تاني حتى لو في الركبتين وفي عمل عيبة اللي عبتت عندها رباط صليبي في الركبتين انا جال رباط صليبي عجب اه بالزبط جاله صغير برد وماشاء الله كنت نجم كبير يعني فمش عايزين مضايضة يحبطنا احنا الجماهير يعني قبل ما يحبطنا ولا يا ولا يا لازم اتنا نصدر لمحمد محمود خدنا لك ولا يحبط هو زي ما احنا بنتعامل بالزبط زي ما احنا بنتعامل ان احنا دايما نرفع من روح لعباتنا المعنوية والحمد لله كل حاجة خير لسه لعب صغيرة بلاله قدامه احنا بس اتحرمنا منه بس نتحرم منه شوية كمان بس انا شايف انها دي الجزئة المزعلة هو بص هو هو لعيب عنده مكانات كبيرة ولعيب انا شايفه من لعيبة البروميسنج يعني تمام وان هو يقدر ان شاء الله يتعافى من القصة دي هي فوبيا الصليبي بس هي اللي موجودة عندنا لكن بره الامور سهلة و بسيطة ان شاء الله يرجع بالسلامة اللي ان شاء الله يعني لان هو لعيبة عنده امكانات كبيرة الحقيقة شايف من الزكاء ان انا لما اكون ماسك مكان بديره ان انا اعاند اللي تحتي او ان انا اعاند المنظومة بتاعتي او ان انا احاول اساس اموري او حاول امطقي بالموضوع كله لا انا لو لما تكون ماسك فوزيشن كبير انت بتشتغل بالنظام المتفق عليه الموضوع ليس له علاقة بالعند على الاطلاق انت هتعاند ليه ايه الفكرة ايه ما انا بغشين كده بقولك من الزكاة ما فيش فكرة انك تعاني اذا كنت عايز سامد شو بس هو ده الفكرة من العند لكن انت عندك نظم بتشتغل عليها عندك لوائح بتشتغل عليها عندك اسس ومبادئ وقيم بتشتغل عليها كل الحاجات انت بتشتغل عليها فمن الطبيعي جدا ان مفيش عند يعني هتصدر لعند المين او لمصلحة مين لش المصلحة حد اذا كان انت بتشتغل علي عايز تعمل شو بس اللي الناس كلها خلاف كده انت مفيش حاجة يعني فيش حاجة تصدرها للناس غير كده عايز تبعت ميسج للناس غير هي الميسج دي انت عايز تعمل شو فقط لغير تمام تعال انا نتكلم على المنتخب شوال ان وقتنا جري جدا شرط القيادة احمد فتحي محمد صلاح شايف الموضوع ازاي ومين الاتكلم في الموضوع والله وان يقول يعني المصار ان الكابتن حسان البدري عايز يدي شارط القادر محمد صلاح وحسان فتحي رفض ده المصار بص انا هقولك على حاجة من امتى المدير الفني بيت تدخل في هذه القصص الادارية يعني منذ متى والمدير الفني له رأي في هذا الامر من امتى انت في اوروبا مدير الفني بيجي يختار الكابتن صح تمام لكن انت مفيش الكلام ده هنا لا في الاندية ولا في المنتخبات الادمية خالص يمشي الادمية بص الكلام ده حصل معنا شخصية في الاهل انا حصل معايا كرام ما جي شادي مشي من نادي فانا اللي عليها الدور فاعرف احمد حسن مش كبير اش عارف ايه وكان برضو مع كابت حسان بان وروحت عالت معي كابت حسان انا سمعت كذا 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 قال هم ناس بتتكلم وبتاع لكن ابتنوفش عايس معها ناس بتتكلم في حاجة اسمها احنا هنا في الاهلي بالقدمية معروف الناس بتتكلم دي تتكلم في الشارع لكن هنا في الاهلي عندنا نظام تمام وعندنا حاجة اسمها دور حل الا لو فيه يعني حاجة غير اخلاقية مثلا بتعيد فيها فده كلام بقى ايه فاهم اصلي بالزبط فقال لي لا اه ده كان كلامه بتاع والناس اهلت وخلاص الموضوع منتهيت له اه هو الموضوع منتهي من المبتدي احنا فاهم اصلي تمام انت فاهم انت فاهم اه اه فاهم فاهم اه هو الراجل صراحة بعدها طلع قال لي يا جماعة مفيش مفيش حوارات في الكلام انت عارف طبعا ايه كل واحد بنفسه بقى يعني اشارة الاهلي او القيادة بكاتب في النادي الاهلي دي يعني حاجة كبيرة جدا يعني فكل واحد بقى نفسه يعني بقى ايه بالزبط واكيد منتخب بس نفسه دي بخلاف يعني لا ت يعني ما تضرش حد وفيه قواعد لا تتجوزش القواعد القواعد والنظام اللي بتمشي عليها بالزبط الاندية والمنتخبات يعني انا كان بعديه وسمع حسني هو اللي كان بعديه وبعديه هكذا يعني وبعديه حسام غايله لما رجع من السفر هي دي النظم اللي بتمشي عليها شرط الخالف من المفعش تيجي تقول ايه انا هدى المحمد صلاح انا شايف كده عشان راضيه هل محمد صلاح ممكن يقبل بوضع زي كده؟ اللعيب يقبل زي ما هو عايز تمام؟ لا انا بتكلم على شخصيت محمد صلاح نفسه ممكن؟ بص انا هقول لك الحاجة عميدو انا النهاردة اللي ما تيجي تقولي انت تبقى كابتن الفرق لك حاضر ماشي تمام؟ ماشي حاضر خلاص انت كابتن الفرق ده قرار في المصدق انا خدت قرار لكن انت ازاي تاخد القرار هي دي الفكرة انت انت كمنتخب ازاي تاخد القرار محمد صلاح السوبرستار بتاع مصر وبتاع ليفر بولو وابو ناحسل ايه في العالم وده كل ده في دماغ وده حاجة شرف يعني لنا كلنا تمام وحاجة وراجل بيمثل مصر وحاجة جميلة جد لكن هل الكلام ده يعني انت عملت يعني لا بعد محمد صلاح اعتزل هترجح للأدمية تاني؟ ولا هتدور على السوبرستار تاني؟ احمد فول بقى عندك قواعد انا بس اقل سويا انا بس اقل سويا انت لما محمد صلاح اعتزل تمام؟ ومعندكش حد زي محمد صلاح تاني؟ هترجحها للأدمية؟ هترجح لك؟ ولا هتبدأ تختار بقى مين السوبرستار يا جماعة اللي موجود الوقت في انجلترا؟ طب قبل محمد صلاح كان برضو فيه سوبرستار ما كانوش بنفس طبعا الحجم ولكن كان فيه لعيبة ما هو كل واحد هيبقى النهاردة النهاردة البيك بتاع تريزي جي هتديره هو شارط القيادة؟ لا مش هتمشي الكلام ده في بلد زي مصط فلما انت ما اعتدتش انك تعمل كده وانت مشترك الامر للمدير الفني من البداية ان هو اللي يختار فلازم تمشي برضو بالنمط ده لازم تمشي بالشكل ده عشان هتعمل بعد كده مشاكل يعني فهم قصدي؟ يعني هتعملها كمشاكل كبيرة لان انت ما عندكش للأسف اللي يكمل مسيرة محمد صلاح ما عندكش مش موجودة بالشخصية والقيادة لو عندك اوكي اهنا سهل ديله كمل بقى في الحتة دي اشتغل على الحتة دي كل ما يبقى عندك سوبرستر واحدة عن شخصية لا اديله انا يا سيدي مع الحتة دي تمام؟ لكن انت ما عندكش ومش هيبقى عندك بعد كده ربنا يكرم ويبقى عندك ثلاثة واربعة وعشر وعشرية لكن الواضح ان الخريطة ما بتقولش كده فهم؟ فما ينفحش يجي تقول له النهاردة يا جماعة عشان نراضي محمد صلاح اديله وإشارة الكابتن ايه عشان نراضي لو استحق اديله انما يا عشان نراضيه دي فهم ها دي بصم اخد بالك هو ده انا بصراحة مستغرب له هو ده التخبط اللي بيحصل ايه تراضي دي له عامة ومحمد صلاح معتقدش انه هو يعني بالعقلية دي انا اعتقد انه محترمه جدا ومعتقدش انه ممكن يقبل حاجه زيك بص يا ميدو يقبل ده موضوع طيب يعني اتعد حشان دي مش عارف يعام مش هو يقبل مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم فهمني لا تعيبه ان هو يقبل لكن اللي يعيب اللي اتخذ القرار اللي بيتكلم في الموضوع هو ده اللي يعيبه اه بصوا بقي ايه صلاح كابت المنطقة مصر والرجل احمد فتحي ولا تاني محمدي ولا فلان الفلان يا جماعة اللي بقالهم بستين سنة والموضوع ماشي في مصر كده يعني ماشي بالترتيب دول ايه يعني ايه علاقتهم يعني ايه علاقتهم هما جئوا في زمن ان محمد صلاح والسوبرستر هما دي ايه دي مش كده ايه دي الازمة بتاعتهم فلو كان كابت الحسام هيعمل كده وهو مخطئ مخطئ بكل المقييس لو هو ده قرار ومعتقدش انه اقار لو قررت احد الكورة يبقى مخطئين بكل المقييس ما هو انت بقوص انت انت اللي بتبوز انت اللي بتبوز المنظومة انت اللي بتخلق الازمات انت عايز تخلص بش كده صح عايز تخلص خلص لا انت انا مصول بصراح وقتنا خلص انتعرف انا بس متع بالكلام مع الاخرم اه 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 احسن فكورة بنا كلمة كمية ربنا خليك يا رب ان شاء الله يكون ديك مستقبل جامعة في التدريب بنا خليك يا رب تسمى نوارت وشرفت كابتن احمد ودايما متقلك ودايما كده بسعد بركاءك وبستفيد بصراحة من كلمة فكورة تسمى يا ربنا كلمة كلمة ان شاء الله دايما متقلك يا ربنا خليك دي كانت نهاية فاكرتنا مع النجم الكبير أحمد بلال نجم مصر ونجم النادي الأهل أشتركوا بكرة على الفقير ومع الفسر